ذكرت منظمة الصحة العالمية أن الموجة الثالثة لفيروس كورونا في أفريقيا استقرت مع تسرع وطيرة حملة التطعيم البطيئة في القارة وأكدت المنظمة أنه تم تسجيل نحو 248 ألف إصابة جديدة الأسبوع الماضي انخفاضا من 282 ألف منتصف يوليو وذلك في الوقت الذي تضاعفت فيه عدد التطعيمات ثلاث مرات وصولا إلى 13 مليون اشتركوا في القناة